في لامبيدوسا رسى قارب على متنه 18 مهاجراً من بينهم ثلاثة أطفال بعد يوم من تسجيل الجزيرة الإيطالية رقماً قياسياً بأعداد المهاجرين النازلين فيها مع وصول نحو 400 مهاجر على متن 26 قارباً في غضون 24 ساعة فقط وقام خفر السواحل الإيطالي بسحب القارب إلى الشاطئ قبل أن تنقل حافلة المهاجرين الذين كانوا على متنه إلى مكان آخر ووصل مساء الأحد 11 قارباً على متنها نحو 300 مهاجر أنقذوا أمام سواحل إيطاليا وبحسب حاكم سقلية يعيش 1265 شخصاً في الوقت الحاضري بمركز اللاجئين في لامبيدوسا الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 192 شخصاً